السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دوسامودي هالنهار ان شاء الله هدي نتكلمو على السلبيات وعيوب التربية الارضية من بعد الفيديو اللي فات كان فيديو ناجح يعني نتكلمنا على المميزات ديال التربية الارضية وللإشارة أنا في البداية ديالي يعني كنت كنت ندير هالتربية ديال التربية الارضية ولكن يعني حاولت أنني ندير واحد الفراشباك ونشوف يعني السلبيات والإيجابيات وكيفاش تتعاملت مع هالتربية لأن أنا حييت هالتك تربية الارضية ودرت هالتطريقة ديال الأقفاص طريقة ديال الأقفاص انها بنت لي أحسن لذا غدين هدروه إن شاء الله غدين هدروه هالتنهار على السلبيات والعيوب ديال التربية الارضية أول حاجة كان هدرو عليها يعني اللي كتختلف في الدهن ديال المربي أن الأول حاجة فيها السلبيات وهي النظافة ممكن ش ديال تفقد شطب يعني لكن عندك قفص بحال هدا أو قفص بحال هدا أو قفص ميتل هداك اللي عندي سوا أراعلي هزم ما أراوك لنوح القفص خر يعني هاد هاد طريقة اللي راني داير ديال الميكا ديال الميكا هكا تجمع الفضلات في واحد البانيو واحد وكانت تخلص منها أما إذا كان عندكم سطح كبير تجمع الفضلات هنا وهنا 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 يجب أن تتقلبوا على الفضلات وكانت تجمعهم والريحة أنها تكون يعني تكتبوني في السطح كامل يعني تكتبوني في الدار كامل يعني وخكتوني تتخلصوا منها يجب أن تستعملوا مواد تنظيف لأن الأرض أكثرية بالنسبة لفزاقهم يعني المدية لهم أعزكم الله هذا كيلسق في الأرضية بعدها وكيتلق واحد الرائحة وخاء تكون يعني الدار مغسولة مزيان ديما كتكون واحد النوع من واحد الرائحة مزعجة يعني مع مرها ما كتحيد يعني حليك تلسق في الأرض هذه أول حاجة يعني ضرورية أن المربي فهمها إذا لمشى تدار التربية الأرضية لا فوق السطح لا يعني إذا كان عندكم شي منزيل وتديره يعني في الأرض نفس المشكل كيكون لأن الرائحة تكون مزعجة وما يمكنش أن تستحملوها يعني هذا شيء ما نقولون مع مرور الوقت ما شيء أول مرة أول مرة ما غادش تعيقوا بها ولكن مع مرور الوقت تلاحظوا أن الأرض صافي ولا تشد الريحة ما بغاش تحيدها يعني صافي كتلسق هذه الرائحة كتلسق إذا النقطة الثانية وهي انتشار الأمراض المعدية يعني كتخليهم في واحد جهة في الأرض أنه ذلك المرض كيقدر يجيهم بعدها من هذك الهلمشيته ما نقيته وش عليهم ماشي بحل الأسلاك بحلها كالسلك مع أمراض ما يلمشيته تنقيته في واحد المرة ماشي مشكلة ما غادش يتعدو بالأمراض مهم الأمراض كالجرب هذا كيكون بزاف لأن من يكونوا كيزطموا على الفضلات ديالهم كي تخشاو لهم هذه الفضلات ما بين القوائم ديالهم يعني في رجليهم وكذاك شي كيتخمر وكيولي مع المدة يقدر لفضل الله يتصابوا بالمرض وكي يحتاج التهاب الرئاوي والزوكام التهاب الرئاوي لأنه كي تكون الغبار أولاً كي لكي الناس اللي كي يستعملوا التبن كي يديروا بالتبن حتى هو إذا استنشقوا أنه كي يديروا كي أطرع لهم في الجهاز الرئاوي ديالهم وتالزوكام لأنه كيولي وكي عطسه إنها هذي نقطة من النقاط وكينا نقطة ثالثة وهي صعوبة تواجد أكثر نظراً لإقتتالهم يعني كي تقاتلوا بعضياتهم وبعض يعني لمشي نتا دمنا واحد القاطع في جوج دكورة على الأقل يعني نقول لك إذا كانوا ثلاثة دكورة رأى غادي تنض الحرب أما إذا كانوا غي جوج دكورة رأى كي تقاتلوا بعضياتهم غادي تنضوا في الصباح تلغوا واحد مئة وواحد حي مئة في المئة وتالي كان صغير كي بقى يضاربه وياه ما كي قتلوش سمو كيوقع كي يجرح له الخصيات دياله وكي أدي ذلك إلى العقل كي يقول لي أرنب عندك ما تكتصرف عليه هو عاقيم لماذا؟ لأنه يضار مع الأرنب وحد أخر وإما عضوه إما خسروا الجهاز التنسولي دياله إنتما مهم هذا المشكل كيوقع خصكم ذكر واحد مع القاطع والناس اللي غادي يقولوا لي في الكومنتين غادي يقول لكم وانديروا غي ذاكر واحد غادي يدير ذاكر واحد ولكن غادي تحطه بزاق غادي يكتلوا عليه النتوات غادي يسيب الإيجاد غادي تهلك غادي يقول لي يلقح كل نهار غادي يحطته مثلا غي مع واحد عشرة النتوات غادي يقول له قلق على رسة النتوات غادي يقول لي هادي تولد هادي الشهر الشهر الجايع غادي يقول لي كي يلقح جوج في مرة نهيك على أنه مكنش نظام ديال تلقيه غادي فيما وخا تكون هي نتوة ما بغياش أنه غادي يتبعها وغادي يبغي يلقحها غادي هذك الذكار غادي تهلك غادي يقول لي ما شي هو هداك وثال السائل المناوي دياله غادي يقل ما غاديش يكون مزيان غادي يتصبح بالعقم مع مرور الوقس كان موضو أخر وهو المرض والموت الأراني بداخل جوحر الناس لي ما داينش استحر داين غادي واحد المساحة وعاطين كان نقول له احنا التخاشش يعني كان واحد يبني واحد الحفر يعني يتزوجوا فيها تماما ويولدوا فيها وهدي إلا مشتاء مرض شي إما صغير احنا نقول له صغير مات في وسط صغير الأرنب مات في وسط يعني الجحر غادي يطلق واحد الريحة من غادي يطلق واحد الريحة أول حاجة هي الأمراض غادي تصابوا الأمراض إما تنفسية إما جلدية إما بزاف وكاين قادي أخرى غادي تولي الأرنبات وتنفر الأرنب دي أولا لأن هي كتشوف أرنب واحد مات في وسط الأرنب إلا ما حييدناش كتنفر الصغار دي ألا هنا هي كالا إلا مشتة شي شي يعني أرنب كبير يعني بالر ومات في وسط هذه الحفرة نقول له تعفن ولا يحفظ صدر شي ريحة خيبة ولا راق القاطع كلك يمشي لأنه غادي يتصابوا واحد الأمراض اللي خيبة وخيبة بزر يعني غادي يكون دود يكون بزاف دي الحاجة اللي اللي انتم ما فغينا عنها ماشي بحل التربية دي الأقفاص الأقفاص بحقيقة كتنفر الصباح لقتي واحد مثلا صغير مثلا وولدت واحد الأم كتشد هدوك الصغار كتتفحصهم كتتلقى واحد ميت كتتحيده كتتطرفه وكتحترفه بالخريه الأم عاوتين كتشوف هدك الشي ما كتجي كي يجي هدك شي نورمال لأنك إنا تستعملتي واحد القفازات ولا شي حاجة باش تحيد الريحة أن غير الريحة لا تبقى في وسط المكان دي الولادة صافية كتبقى تردهم نورمال أما إذا كان في وسط الصغار واحد ميت وانت ما شايفش بدك الشي مخشيف واحد الجوحور وبديتي كترمي واناك لو كتبال بله واحد نار غادي يبقى يخرجوا لا هذا مشكل ومشكل كبير كان واحد الموضوع آخر وهو ممكن دخول قطط أو فئران أو كلاب أعزكم الله ممكن أن تأدي الصغار دي الأرانب وممكن تأدي تلكيبا هناكي الناس اللي كانوا عندهم أرانب يعني احنا كنقولو في العربية وسادين عليهم بشي بشي باب ولا هادي لأنك يجي الفار يقدر يدخل دي مئة في المئة يجي القط يقدر تسوي يدخل أما الكلب وخاء الحجم دياله كبير ممكن أنه يدفع هذاك الباب اللي ديرينه ولا ويدخلت المئة ويقوم بالعملية دياله ويقتل دوكور يقتل إيناس عنده عادي لأن هذاك الشي هو وراء حس بالجوح حس بالجوح ثم كتكونوا في الدار ديالكم ما لعبانكمش ومهم انه كيشوف راسه في وسط قاطع ديال الأرانب ما غادي يدير لا صوت لأوله غادي يبقى ما يفركله مساكن ويبقى يأكل فيهم بالوحدة بالوحدة هنا يكاعد القيطة احتر القيطة ترها تومك يبغيوا اللحم الأرانب أو ثانية بالنسبة للصغار الفئران يقدروا يمشوا يأكلوا الأرانب ما فيه عشان إذا هدا يعني نقطة من النقاط وكين واحد النقطة اللي خسنتيين هضروع ليها ومهمة بزاف وهي سهولة التلوت ديال الأكل ديال الأرانب يعني نظرا لأن الأرانب كيتمشى وفوق منها وكي ترقوا الفضارات ديالهم وكي يقدروا يأكلوا من واحد من البلاصة اللي هما فيتين يعني ممكن أنك نتيقة تشطف عليهم ولكن إلا مشوتك لو من واحد البلاصة اللي يالله مثلا في الزقوف فيها صافية هذك شيرا تاعفون هذك مئة في المئة أما بحال هاد الطريقة هذي كي تدير علافات هكا هنتم ما كين علافات كين عوثيني الماكين اللي دير دير داك السقايات ولا داك الحلامات هنتم ممكن ما كتشوفوا أنا ديره في الصف الآخر ودير هنا يا يعني ماء بطيصان ولكن هاد هاد العملية ممكن انها تدير أنا دير لكم هاد الانقطاع هذي هنتم تشوفوا هاد الماء هاد اسمورا فيه ها يراها زقا زقا في هاد النسوة هاد هاد برامباء معفن غزين حيض أما بالنسبة للطريقة ديال الخراء هنتم ما كينو حتيو في هذك الحلامات ومدووز لي وحد القرعة ديال الماء ومدووز خمسة ديال الماء وكيبقى ذك شي حلو كيدوز بوحد طريقة مزيانة ما كينش تعفون وذك شي مريغي كينعوتنى واحد القادية من السلبيات انه حدب هاد الكيشان كيكونهم قسمين كين هادو ما كيشوفوش مع هادو ولكن مني كتدلوا محلمية كتحت منهم وتصاب شي واحد بالكوكسيديا مثلا يعني كرشو جريت كتقول باللي هاد هاد كرشو جريت لان تحت منه مباشرة كتلقى فضلات دياله انها ماشي مكركبة انه كيكين واحد الماء خارج منه اسود يعني كرشو رام سكين رام مضرور اما اذا كانت في الارضية اسمه غادي يوقع انه غادي تصاب بالكوكسيديا غادي ما تعرفش انا هو بدا هو اللي مريض تقدر تمشي عندو احد الانتة مريضة صافي تدير لها مثلا الشوية ديال سميكتاك كما قلت في فيديوهات سابقة سميكتاك تديرهم مع الماء ممكن انك تدير الخل ممكن انك تفرزها بوحدها باش ما تعديش اخرين اما طريقة ديال الاخفاص كيكون كل واحد بوحده يعني تحت منه مباشرة هدي تقلب حالات كالفضلات دياله هدي تلقى اللي هو اللي فيه المشكل ها انت عرفتي بعدها هو اينا هو اللي فيه المشكل قدرتي تداويه مهم ركزتي مزيان اذا الموضوع ديالنا هو هذا ان شاء الله في السلسلة الاخرى غادي نقدمو الحلول دبا فيديو قدمنا فيه المميزات هادناها قدمنا السلبيات وان شاء الله الفيديو الاخر غادي نقدمو الحلول اذا الناس اللي مشاركوش معنا يشاركو معنا قناة جميلة غادي بالدعم ديالكم كنشكركم بززاف للتعليق طيبة ديالكم دعمونا بزير جيم وتكيو على زير الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة شكرا